بطولة الدوري بتشتعل مجدداً وزي ما بنتكلم كل يوم في مستجد جديد زقاب الجبل المقولين العرب بيتمكن من تعطيل مسيرة الاهلي نحو اللقب المفضل بالنسباله وبيتسع الفارق ما بينه وما بين الزمالك إلى 8 نقاط المتصدر الزمالك حتى الآن ما زال بعيداً عن النادي الاهلي بعد نتيجة مباراة اليوم اللي غيرت شكل لمباراة الزمالك وبرامدز أنا يمكن مباراة حولتلكم أن المباراة دي لن تكون حاسمة لكن خلينا أقول لك هذا اللقاء سيكون حاسماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى بعد نتيجة مباراة النهاردة الأهلي والمقاولين العرب الكرة كل يوم لازم تدينا دروس جديدة التعادل المثير النهاردة ما بين الأهلي وما بين المقاولين العرب التعادل السلبي بدون أهداف خلى مباراة الزمالك وبرامدز مشتعلة للغاية إذا الزمالك تمكن من عزيمة بيرامدز قطع أكتر من 60% نحو الفوز باللقاء وبقول 60% لأنه برضو هيبقى فيه متغيرات كتيرة أنت ما تعرفهاش لأنه كل الفرق اللي بتقابل الآهلي زمالك بيرامدز هي عايزة المكسب لأنه في النهاية الفرق دي كلها بتمر بظروف صعبة النهاردة المقاولين العرب متشعبط فيه النقطة فيه لقاءه أمام الآلي بكل الطرق بكل الطرق متشعبط فيه النقطة مباراة كانت مثيرة ومباراة كانت غريبة وأحداثها عجيبة جدا جدا على جماهير النادي الآلي بيبتدي اللقاء بإصابة في الدقيقة سبعة ثم إصابة في الدقيقة تسعة عبدالقادر وصلاح محسن جماهير الآلي خلاص بقت يعني علامة استفاهم تظهر على الوشوش مع الاصابات الكم الاصابات الغريب جدا جدا ماتش في يوتشر اتنين في أول عشر دقيق ماتش النهاردة نفس القصة ماتش اللي فات عمر السلية الماتش اللي قابليه محمد شريف ماتش الزمالك واصابات بالجملة واصابات بتريح اللعيبة لحد آخر الموسم حاجة يعني جمهور الآلي عمره ما شافها الحقيقة ان احنا عمرنا ما شفناها بقى مش جمهور الآلي بس الحقيقة ان احنا عمرنا ما شفنا الكم ده من الاصابات والحالة الصعبة جدا جدا اللي بيمر بها النادي الاقل بيجي للنادي الاقل ضربة جزاء لعلي معلول هو اللي بتصدى ليها ولكن بيتمكن ابو السعود من التصدي لركلة الجزاء اللي بيسددها علي معلول بنجاح كبير جدا جدا من ابو السعود نقولين العرب بزل مجهود دفاعي كبير جدا جدا خلال اللقاء اعتمد على الهجمات المرتدة وكان في خطورة بعض الشيء في الهجمات المرتدة اللي بيلعبها على النادي الاهلي انه الاهلي كان مندفع بشكل كبير جدا جدا الاهلي كان حاطت قدام عينيه المكسب ولكن الظروف اللي بيعيشها النادي الاهلي هي ظروف صعبة جدا جدا على جماهير الاهلي وعلى فرقة الاهلي وعلى لعيبة الاهلي نفسها اللي خلاص تنهاردة متولي بيقطع سبرينت وورا اللعيب بيمسك السمانة كريم فؤاد في اخر اللقاء وانا ما عنديش هول حد دلوقتي معلومة كريم فؤاد جاله شد في اخر المباراة وكمل وهو عنده شد انا بس بعيني كده وانا بتابع المباراة وقرر انه هو يكمل اللقاء لحد الاخر بالوقت المحتسب بدل من الضاقة فالكم ده من الاصابات خلاص مبين قوي انه العملية صعبة لكن هو السؤال هي عند مين هي عند مين الاصابات دي عند مين الناس النهاردة بتسألك وبتسأل الناس كلها وتسأل الاهلي وتسأل اللعيبة وتسأل الجهاز الطبي وتسأل الجهاز الفني وتسأل الاحمال وتسأل المتخصصين وتسأل كل الناس هي الاصابات دي عند مين يعني لما اكلم حد اقول له سبب الاصابات دي اروح لفين الناس يقولك ايه لا الاهلي بيدفع تمن حقبة بيتسو موسيماني اللي هي ملح حقبة بيتسو موسيماني كانت حقبة فيها بطولات بس بيقولك لا النظام بتاع بيتسو موسيماني هو اللي القلي بيدفع تامنه دلوقتي الناس تقولك لا 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 ملاقش علقة ابن وثماني هي القصة ليه علاقة بالاحمال دلوقتي الناس يقولك لا احمال ايه اللي انت بتتكلم فيها الراجل نفسه سوارش بيقولك انا 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 ما ممرنش انا باخد الفرقة بلعب المتش اعمل استشفى العب المتش اللي بعديه بتكلموني عن ايه اصلا يا هو الراجل كان بيتكلمك ان هو مش عارف يحط خطته من كتر موما مش لاقي وقت اصلا يعمل فيه اي تدريبة اي تمرينة فاعمل ايه هو بيقولك من الناحية دي فكل الاسئلة ديت الحقيقة محتاجين ان احنا نروح للمتخصصين ونقول برضو المعلومات اللي متوفرة عندنا انا معايا على التليفون دكتور طارق سليمان طبيب منتخبنا الوطني السابق علشان يقول لنا الحالة ديت اسبابها ايه اسبابها ايه من الناحية الطبية ولا هي من ناحية الاجهاد ولا من ناحية الاحمال